السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتي قناة تيستي فود باي فاتي ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة نتمنى تكونوا بصحة جيدة وفي احسن الاحوال في اطار تحضيرات الرمضانية جيت نشارك معكم دينامز او سيغار بجوج ديال الحشوات مختلفة مع جوج اشكال طريقة الطي ومع كذلك جوج اشكال للتخزين في المجمد الى وجدنا كمية كثيرة وما غادينش نستهلكوها في دك نهار ممكن اننا نوضعهم في المجمد بطريقة اللف اللي غدا نشارك معكم غادي سبرو لكم مدة طويلة ندوزوا بسم الله للمقادير وطريقة التحضير بالنسبة للحشوة الاولى حاجتنا في كمية من صدر الدجاج او نصف كيلو مقطع رقيق او مفروم وبصلة واحدة متوسطة مقطع رقيق في لفل في الالوان حتى مما قطعتهم مربعات صغيرة جوج قرعة خضرين محكوكين وجوج خيزويات محكوكين معلقة كبيرة عامرة من الخردل اولى مطارد وجوج فصوص توم محكوك وبالنسبة للتوابل معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة عامرة من الفلفل الاحمر او تحميرة ونصف معلقة خرقوم بلدي صغيرة او الكوركم ونصف معلقة صغيرة من البزار ندوزو دابا لطريقة التحضير في مقلات نوضعو زيت زيتونج جوج مع الكبار ونضيفو البصل على نار متوسطة مع التحراك نضيفو من بعد توم مع التحراك حتى يدبالينا البصل ويتغير اللون ديالو يبلي شفاف من بعد نضيفو صدر الدجاج نوزعوه مزيان بهالطريقة مع التحراك حتى ينسى جملينا الدجاج مع البصل اللي وضعنا نستمرو دائما في التحراك حتى يبالينا صدر الدجاج بدك يدخلو الطياب ونضيفو عليه الجزر ونحركو دائما مع التحراك نضيفو القرعة الخضراء او كورجات او الكوسة وكذلك الفلاف الالوان ونستمرو في الخلط وحنا كنحركو على نار متوسطة حينت الخضراء غاد يطلق لنا الماء من بعد نضيفو الخردل اولى متعد نخلطو مزيان ونضيفو التوابل ودائما مع التحراك على نار متوسطة باش ينشف لنا الماء دي الخضراء وتنشف لنا حشو دينا تماما مخساش يبقى فيها نهائيا لما باش ما يفزكش لنا الورق ولي كيبغي الحار ممكن يضيفو وفي الاخير كنضيفو المعد النوس مقطع وكنستمرو دائما في التحراك حتى كتطيب لنا الحشو دينا وكتنشف تماما من الماء لانا كيف قدت لكم من قبل ان الماء يلبقى لنا في الحشو كيعجل لنا الورقة وما كتجيناش مقرمشة وزوينا كيف بغينا من بعد كنضيفو الفروماج محكوك اللي سمحو لي ما ذكرتوش في المقادير كنضيفو حتى الاخير باش كيعلك لنا هديك الحشو وكالجينة الديدة وكنتفيو عليها النار وكنخليوها تبرد تماما عاد كنبدو نعمرو ندوزو دابا وجدو الحشوة الثانية اللي كتكون من الكفتا والكروفيت ما ذكرش لكم المقادير باش ما نطولش عليكم الفيديو ولكن غادي نذكرهم لكم مع الطريقة وتلقاوهم مكتوبين مباشرة مع الصور في المقلات كنوضعو زيت زيتون وكنضيفو بصلة واحدة متوسطة كنضيفو كذلك جوج فصوص من التوم وكنحرقو مزيان حتى كيصير لنا اللون ديال البصل شفاف من بعد كنضيفو رابع ديال الكفتا او ميتين وخمسين جرام وكنخلطو مزيان حتى كتطيب لنا شوية الكفتا وكنضيفو جزارة متوسطة محكوكة كنخلطو جميع العناصر على نار متوسطة مع التحراك كنضيفو كذلك الفلافل في الالوان الى كانوا موجودين مكانش كنديرو اللي بوجوداتنا او ممكن تستغنو عليهم كنخلطو الكل جيدا باش تنساجب لنا العناصر كاملة اللي درنا من بعد كنت بلو الحشوة ديالنا بالتوابل اللي مكتوبة في الفيديو مباشرة الى توفرات توابل السمك وتوابل لنامس مزيان الى ما توفروش ماشي مشكل غيرهما كيزيدو النكهة وكيعطو الماضاق كنضيفو كذلك الفطر الاسود اللي رطبناه من قبل مع غليان وصفيناه وقطعناه رقيق كنضيفو معلقة صغيرة من الفلفل الحار او على حسب الدوق كنضيفو كذلك ميتين جرام شعرية الصينية من الافضل تكون شعريات الارز وفي الاخير كنضيفو ميتين وخمسين جرام قيمرون او كروفيت وكنخلطو غير بشوية باش ما يتهرش لنا وسط الحشوة كنخليو هو الاخير حينت ما كيبغيش طياب بزاف باش يبقى محافظ على الفوائد ديالو وجوج مع الكبار من صلصة السامك نيوك مان اللي كتتواجد في الاسواق الكبرى ويلما كانش ماشي مشكل كنقدر نضيفو في بلاستا سو سوجا انا هنه اضفتهم بجوج لانها متواجدة عندي وكيعطيو نكها للحشوة ديال السامك كنخليو الحشوة ديالنا حتى كتنشف تماما من الماء باش ما تقطعش لنا الورقة وكنخليوها تبرد عاد كنبدو نعمرو فاش كي يتبرد لنا الحشوة تماما كنبدو نلفوها على شكل سيجار او لنامس بالنسبة لطريقة اللولى كنناخدو الورقة الكبيرة وكننقطعوها على 4 يعني ربعة الاطراف كيف كتشوفو معايا كنقطعوها المرة اللولى على جوج ومن بعد عودتاني كنقطعوها على جوج حتى كنحصلو على 4 ديال الاطراف كنناخدو الربع ديال الورقة اللى قطعنا كتكون على شكل متلت كنديرو الجيهة اللى كتكون ملسا هي التحت والجيهة اللى كتكون حرشة هي الفوق كننوضعو الجيهة اللى عريضة هي اللى من الجيهة ديالنا كننوضعو والجيهة اللى كتكون رقيقة كتكون فالطرف الآخر كيف كتشوفو معايا في الفيديو انا هنا خدمت ثلاثة بثلاثة باش نخدم بسرعة وكندهنو بشوية ديال الزيت من كتروش وكنحطو الحشوة كنبعدو شوية تقريبا جوز سنتيم عادي كنحطو الحشوة كنناخدو الطرف الاول وكنوضعو فوقو طرف الثاني كيف كتشوفو معايا في الفيديو وكنبدو للفو وحنا راخفين يدينا باش ميترتقوش لنا فالطياب هالطريقة كتكون اقتصادية وما كتضيعش لنا الورقة يعني ورقة واحدة كتعطينا ربعا دية لسيجار او لنامس الى كننا غادي نقليوهم في الزيت كندهنو الطرف الاخير بخليط من الدقيق والماء باش نضمنو انهم ميتحلوش لنا اثناء القلي انا هنا لاني غنطي بهم فلفون محتاجيتش اني نضهنهم بالخليط ديال الطحين والماء لانهم كيكون مضمونين انهم مغليش يتحلو ليه وكنستمرو على هالطريقة حتى كنكملو الحشوان اللي عندنا كاملة بالنسبة للطريقة التانية كنقطعو الورقة على زوج فقط ما كنقطعوهاش على ربعا كيف كتشوفو معايا في الفيديو وكنحصلو على نصف دوائر كنحطو نصف دائرة قدامنا وكنقطعو الاطراف باش كتجينا اللفة مقادة كندهنو شوية ديال الزيت كنخليو تقريبا جز سنتيم وكنحطو الحشوة بلا ما كنوصلوها الجناب لان الاطراف هم اللي غاد يردوهم على الحشوة باش ما كتخرش لنا من الجناب وكنلفو كيف كتشوفو معايا طرف اليمين والطرف اليسار على الحشوة ديالنا وكنبداول اللفو الورقة على الحشوة وحنا راق في نيدينا دائما كنقولها باش ما يتردقوش لنا لا في اثناء القلي ولا في الفرن هالطريقة هاتي ماشي بحل الطريقة الاولى ضروري مندهنو طرف الاخير بخليط منطقيق والماء وكنستمرو دائما على نفس الطريقة حتى كنكملو الحشوة اللي عدنا نعم موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة